تعرفوا ان الرئيس السادات كان استقبل الملكة كيليو باترا شخصيا في السبعينيات استقبل المصريون الممثلة اليزابيس تايلور والرئيس السادات استقبلها بنفسه اليزابيس قامت بدور كيليو باترا في فيلم يحمل اسم الملكة البطلمية كيليو باترا سنة 1973 انتجته هوليود وكان تكلفته 31 مليون دولار اليزابيس تايلور كان منحها عبد الناصر من زيارة مصر عشان تصوير الفيلم بسبب انها كانت معيدة لاسرائيل لكن في سنة 1979 استقبلتها جهان السادات في بيتها بعد توقيع معاهدة السلام والكلام ده مذكور في مذكرات جهان السادات الرئيس السادات قابل الممثلة اليزابيس شخصيا على الرغم انه كم مشغول وخصص لها طيارة خاصة لنقلها لمكانه في الاسماعيلية واستقبلها بطبور شرفي من الحرس الجمهوري واول ما نزلت من الطيارة ان يا صاحبة الجلالة وهي كان بيحكي ان رئيس السادات كان مصر ان هو يتعامل معها على انها كيليوباترة الحقيقية ولما استغربت ان لها مش انتي كيليوباترة ملكة مصر اشتركوا في القناة